سهلاً كيف الحال؟ كيف مزيان؟ أكيد أن الكل يكون إن شاء الله بألف خير إن شاء الله أتكلمتكم على الشركة وتكلمتكم على المنتوجات الآن أتكلمكم كيفية الاندمام هنا لدينا واحد صفة هي صفة مستقل يعني واكيد مستقل مع شركة البول أي واحد يريد أن يكون مستقل مع شركة البول لديه شروط الشركة يمكن أن يكون إن شاء الله منضم معنا لديكم خيارين الخيار الأول لديكم تفعيل شهري ما يعادل عشر دولار تقريباً بالعملة ديالنا مئة ذرهم الشهر زائد واحد الاشتراك السنوي اللي هو 40 دولار ما يعادل تقريباً 450 درهم المجموع ديالهم اللي ممكن نضم به الإنسان أو للشخص اللي مهتم هي تقريباً 50 دولار لما يعادل 550 دولار 550 درهم لك أي شخص بغير ينضم معنا عنده الخيار الأول 550 درهم حنا نتخص الوقت في دخلتها البيم ودخلت المرجان تتخص الكثير منه ومن اللي تجي تشوف تلقاتك مش تتواله لكن هذا المبلغ هذا ممكن يدخلك واحد عالم ديالتجارة رائع جداً ثم عندنا الخيار الثاني اللي هو 100 دولار للسنة زائد 40 دولار طوطة المجموعية 140 دولار ما يعادل 1550 درهم تقريباً أشنو الفرق بين يعني التفعيل السنوي والتفعيل الشهري فقط أن التفعيل السنوي أعطينا شهرين بالمجان هذا هو الفرق ثانياً تكون تنيتي من ذلك الأداء الشهري يتبقى يعني كل شخص تأدير للواجه بهذا السؤال اللي ممكن تطرحوه لنا تقولك أنا عرضتوا علينا اليوم باش ندخلوا الشركة باش ندروا واحد دخل إضافي فبالتالي تنتفاجئوا تتقولوا لنا تخلصوا 140 دولار أو لا تخلصوا تخلصوا 50 دولار نجاوبكم على هذا السؤال هذا لأن الطرح يا أنا في الأول من النهار بغيت ندخل مع الشركة هذا هو السؤال اللي طرحت على رأسي بالنسبة لهذه التمان التي تتخلص تتخلص واحد ثمان دي المواقع تعطيهم لك الشركة دي سيت ويب متاجر إلكترونية اللي في الاسم ديالك اللي بالروابط ديالك بدي كود ديالك خاصين إذا بغيت نتع تصوبوا حد سيت ويب مثلا حد كما تتعرفوا العالم الحالي الآن لتاجر لهذه التجارة الإلكترونية وكما تتعرفوا سمعتوا بها ربية الحال أن هناك ناس يعني يتغنوا بزيث من هذه التجارة الإلكترونية لكن الجهل بخباياها التجارة تخلينا بعاد عليها ومتنفكرواش فيها ولآن الحمد لله تنشرحوا لكم تحنا ما كناش عارفين ولكن من دخلنا عرفنا وبتنى الأمور سهلة وسهلة على أي واحدة حتى أن الناس لم تقراش ممكن كذلك لتجروا لهذه التجارة هذه أن يكون واحد جانب واحد سر رائع جدا هو أنك سوف تشتغل مع مجموعة الشركاء يعني بامتياز كبير يعني عمل جماعي بامتياز كبير جدا ما تخدمش بوحدك في حين أن لديك أنت شي مشروع ضروري تخدم بوحدك ضروري أنت لتحل المحال ضروري أنت لتقبل لك اليوم ضروري أنت لتجيب السلعة هذا شي كله يعني وفرته لنا الشركة فأعطتنا دي سيتواب إلا بغيت أنت تتصوبه من رأسك وعندك سلعة ديلك وخصتك أنت لدي الترانسبور وانت لتوصل السلعة يعني شوف سلعتك واشغل تتباع وما تتباعش عندك ستوك وعندك يعني خاسر بأموال كثيرة لكن مع الشركة هذه أعطتنا فرصة أننا نخدم معها فقط ب140 دولار 140 دولار تقريبا 31 دولار يعني تمان بسيط وبسيط جدا وحتى ذلك الإنسان اللي ما عندوش هذا المبلغ عمره ما يجيبه مجموعة ممكن يقلب عليه ويدخل يخدم ذوك فرصة له أنه يغير حياتك انتعقل منك المرحلة أو من تلك الفئة الدغط المالي إلى فكاء أموة أموة تكون قد قد التوازن المالي ذوك هذه الستواب تدخلوا يعني هما تنخلصوا عليهم ذلك المبلغ وما بشير خدموا وخيرا العرض غيرتعرفوا الخدمة ديكم إن شاء الله هيديا الآن غالوا نشوفوا كيفاش نحصلوا على أرباح دينا الشركة واضعة بزفة الخطط دي الأرباح وانت عندك الخيار تختار الخطة اللي بغيت تخدم فيها تخدم فيها لكن تنصح أي واحد غيد يدخل معنا يستفد من جميع الخطط اللي عطتنا الشركة عندك أرباح كبيرة وكبيرة جدا وهذا هو الدور دينا نحن نعلم ونؤطرك حتى تفهم جميع الخطط وتخدم عليهم إن شاء الله كين جوج الحواج كين إما تخدم على المنتوجات أو تخدم على الوريزو ديك على الشبكة ديك على الناس اللي قيد دخل معاك إن شاء الله وحنا خلال العرض غير نفهم مكتشيء إن شاء الله ألغ أمر الخطة الأولى الخطة الأولى هي واحد عمولة تنقفتها وتتسمى العمولة المباشرة الأسبوعية يعني سناخذها خلال الأسبوع بمعنى إذا قمنا بواحد العمل معين في الأسبوع اللي غنشرح لكم خلال العرض إن شاء الله سناخذ العمولة دينا خلال الأسبوع الثاني لك إش نهيد العمولة هذه العمولة تعطينا الشركة 25 دولار في أي منضم جديد منضم بذلك الرابط ذلك الانتاع حيث هذا الموقع ثلاث مواقع اللي أعطتك الشركة أعطتك مواقع ورأتتك واحد الموقع اللي خاص بالإحالة يعني تتقاسم هذا الرابط الموقع سي تتعرف مثلا خوك صديق تقولي أجي تخدم معايا أقلبت على خدم وقيت واحد تخدم مع شركة أمريكية أجي تخدم معايا من اللي تيدخل كذلك وتخلص 140 دولار بتبعي الحال أنت تتأخذ 25 دولار ما يعادل 250 درهم لك العمولة المباشرة هي عمولة تناقضها من اللي تجيوا معنا شركاء جذود ونحن تقلبوا عليهم وتيكونوا مباشر نحن يعني الرسم اللي غايت مع هالسلايد هالي هالشريحة غايت تفهموا أكثر مليا لو أي واحد فيكم يتخيل رأسه هو الشخص اللي في الصورة اليوم دخلت وخلص 140 دولار ووليت وكيل مستقل مع شركة ليب قود أشلو خستك تدير غايت مشي تقلب على شي شخص يدخل معك من اللي يدخل بالرابط الشركة تتعطي 250 درهم أو الثاني قلب واجبت واحد داخل في طريق الحال الشركة تتعطي 250 درهم حما تشوف جوش الناس حاول تدخل ودخل 50 دولار يعني ذلك المبلغ اللي دخلت به ثم هم كالذلك غير نفس العمل ياخذ 50 دولار كل واحد مشاجه بجوش الناس هم غير ياخذ 50 50 دولار الواحد وانت بما انك برونز يعني تجيب جوش الناس تولي واحد مرتبة عندك برونز الشركة تترقيق إلى مرتبة برونز هذلك المرتبة تتخول لنا ناخد من الجيل الثاني 10 في المية من 50 دولار يعني غير ناخد على كل واحد 50 درهم تقريبا ما يعادل يعني 200 تقريبا 25 دولار على كل فرج بتي هذي أسبوعية أجد نشوف العمولة الموالية واللي هي شهرية هذي سناخد الأسبوع المباشرة وهذا العمولة التالية هي عمولة شهرية وسمتها الشركة عمولة المصفوفة ماذا تعني عمولة المصفوفة هي هذلك الغاز اللي تتصوب هذلك الشجرة اللي تتصوب هذلك الشبكة اللي عندك ديال الناس يدخلوا معك تناخد اليوم جو جونس في المية أي واحد دخل معك يعني تيخلص 11 دولار الشهر تيخلص تأمان ذاك المكتب اللي اعطاه الافتراضي اللي هو بش خدام ما كانت تنخص اليوم 10 دولار حنا الشركة تعطينا جو جونس على كل 10 دولار تيخلص شريك دخل معك وهنا في الصورة سنرى كيف نتخلص من العدد مثلا دخلت اليوم وبدأ تدخل في الناس دخلت واحد جو جونس ديال الناس حتى هما مشوا كذلك تدخل في الناس وأي واحد دخل تدخل معه شريك شريك أو شركين أو عشرة الشركة المهم تدخل الناس من التي يكمل الشر الشركة تقول شحال عندك ديال الناس ليس هما كذلك أدو ديك 140 دولار أو 50 دولار أعطيك جو جونس على كل فرد فيهم لديك المبلغ ديال عشرة دولار على الوقت كما تشوف في الصور عدنا 14 واحد تقريبا شريك تتعطيك جو جونس على 14 واحد يضربنا 100 درام تعطينا 1400 درام دونك تناخد على جو جونس 100 وهذا كل المبلغ اللي سنسمي مبلغ المصفوفة وهذه الشرط الثاني اللي غادي يجي من بعد هو الشهر اللي غادي يكون فيه عدد أكثر وأزيد ثاني سناخد جو جونس 100 على مجموعة مثلا الشهر 14 شهر ثاني وصلت 30 شهر 33 300 وهكذا العمولة ديال المصفوفة غادة وتترتقي وتترتفع من خلال انضمام ديال الناس معه نوك العمولة الأولى قلنا مباشرة 250 درام تناخد على كل فرض العمولة الثانية على الشركاء لداخل معك خلال الشهر تناخد جونس 100 آجين نشوف العمولة الثالثة وهي العمولة المطابقة شنو تتعني عمولة المطابقة الشركات تقول كثير ذوك الناس اللي جبت انت بالإستم ديال ذوك المباشرين اللي اخذت عنهم 250 درام على الواحد غن نزيد ونعطي عليهم واحد العمولة شنو العمولة هي اي مدخول دخلوا ذوك الناس اللي جبت مثلا جبت احمد واحمد دخل في العمول ديال المصفوفة مثلا واحد المبلغ معين انت تتأخذ نص ديال احمد ياخذ المبلغ كامل والشركات تزيد من نصف يعني 50% من ذلك المبلغ اللي اخذ احمد وهنا في السورة تبلينا وتوضح لنا اكتر ان شاء الله اليوم تدخلتي ودخلتي ناس ودخذتي لك 150 درام واخذتي العمولة المصفوفة خلال الشر واخذتي كذلك هذه العمولات المطابقة اللي سنشرح لكم الآن احمد دخل ناس دخلتي احمد واحد مجموعة دين الناس ودخلتي مثلا سعيد وسعيد كذلك دخل واحد مجموعة دين الناس خلال الشر من اللي كمال الشر احمد جاته تقريبا 2000 درام من المصفوفة دياله من جو 0,5% انت الشركة تتعطيك 1000 درام يعني 50% دياله المبلغ ديال 2000 درام ثم سعيد جاب اخذ 5000 درام من المصفوفة من جو 0,5% انت اتعطيك الشركة النصف ديالها اللي هي 2500 درام يعني مجموعة اللي خديتي من خلال المباشر ديالك خديتي 300 دياله خديتي العمولة المباشرة كمال سلايد كمال خديتي العمولة المباشرة ديالك وخديتي عمولة المصفوفة وخديتي كذلك عمولة المطابقة اللي تتجسد في المبالغ يدخلوا المباشرين ديالك اللي هي 50% قالوا ارجو دابا الان وصلنا العمولة اللي غنناخدو عن المنتوجات قالوا اشنا هي العمولة سمارة الشركة عمولة الهامش الشركة تتعطينا ناقص 50% يعني 50% على كل المنتوج سنناخدوه بمعنى مثلا خديتي منتوج باللاتي ما كملتش خديتي منتوج تيسوى 200 درهم اخلي اخلي وارا اخلي خديتي منتوج تيسوى تقريبا مبلغ دياله 8 ديال ومئتين درهم الشركة تحسبون بناقص 50% يعني 100 درهم ونحن تتبقى لديك الهامش 100 درهم اللي غير ربحه ونت عندك الحرية تبيعه بش ما بغيت تبيعه 100 درهم 4 بيعه وغير تبيعه 50 درهم بيعه ما هو انت اسميته القناح هذير بالنسبة لك بعض الناس اللي تيقول لك سيدي انا وقال ولي الناس قال السيدي انا المشكل اللي عندي هو ما عرفش نبيعه انا غني نشري المنتوجات ولكن كيفاش غدي نبيعه وما عرفش نبيعه وما عندي ش الدمهار وعمرني مباتش شركة جاءت لنا واحد حل رائع جدا لهذه الناس تقول كسيري حتى لما تبيع عندك واحد الرابط تقاسمه باقتاجه مع الناس يتعرف باقتاجه في الفيسبوك باقتاجه في الانستغرام وفي المواقع التواصل كاملة واي واحد شرق عبر ذلك الرابط اللي رسلت لانه بسميت كنت الشركة قولي لك يعطي 50% دير الرباح تتعطي 25% يعني 50% تتقسم معنا نحن ناخد 50 درام متى المبلغ المنتوج اللي كانت سوى 200 درام ممكن حتى ذلك الناس اللي تعرف يبيعه ممكن يبيعه بالمباشر يستلعوا وبيعها وكذلك يبرتاجه الروابط دير المنتوج وهنا يلعبوا على البرتاج ويلعبوا كذلك على البيع المباشر مع الناس لك الحمد لله اعطتنا مجموعة هذه الخطط اللي ممكن لقوداتنا فيها كاملة ان شاء الله ثم عندنا الخطة الثالثة الخامسة الخطة الربحية الخامسة هي مكفاءة تأثير المبيعات الى وصلت ديركم الشهرية دير المنتوجات 2500 دولار يعني ما يعادل جنشة المليون ونص الشركة لا تطبقش وتعطينا 50% ولكن ما تزيدنا 11% تنولي ان ناخده 60% وإلى وصلت المبيعات ديرك الشهرية 5000 دولار يعني خمسة المليون الشركة تزيدنا 21% تنولي تنبيحو تقريبا 70% وهكذا المبلغ النسبة الأرباح تطلع مع كذلك إذا طلعت المبيعات مثلاً وصلت خمسين ألف دولار يعني خمسين مليون ديال المبيعات ونتمنهم الله عز وجل نشوفه كثير ديال الناس معنا في طريق وصلات المبيعات ديالهم من خمسين مليون فالشركة تتعطيك مئة في المئة ديال الأرباح لأنها تقول لك أنا ربحت معك بزاف ونخلي لك أرباح كامل إن شاء الله الغندوزو العمولة السادسة وهي عمولة مهمة مهمة جداً ورائعة ممكن إنساني يخدم عليها وصل لها هاد العمولة سميتها مكافأة الماسي ديامو يعني إحنا خلال رحلة ديالنا في هذه المعات الشركة ترتقيه من مرتبة إلى أخرى عدنا مراتب مختلفة تنبدأوا أولاً من تدخلوا ما تدخلوا عدناتا وتكونوا غير مصنفين في شي مرتبة من اللي تنجيبوا جوش الناس تقولوا برونز ثم برونز تنتحولوا سيلفر طبعي الحال بشروط معينة ثم من سيلفر تنتحولوا جولد ثم من جولد تنتحولوا إلى تلاتينيوم وأخيراً تنوصلوا إلى ذي ديامو يعني مرتبة ديامو وهذه مرتبة ديامو تتخول لنا ناخدوا واحد مكافأة لسمات الشركة مكافأة الماسي أشنا هي؟ الشركة تقول لنا الأرباح ديالة الشهرية من المبيعات وكذلك من التفعيلات الشهرية تتأخذ منها جولد في المياه مثلاً الشركة ربحات مئة تمانمئة مليون تتأخذ فيها جولد في المياه من ديك تمانمئة مليون وتتفرقها على جميع الشركاء اللي معها اللي واصلين مرتبة ديامو وبهالطريقة تقول لنت اكسيونير مع الشركة تخيلوا معايا انت كنتي موظف عادي كنتي عامل عادي او لكتي بدون عمل ودخلتي للشركة فقط واحد مبلغ بسيط وبسيط جداً وستطعت تتوصل لمرتبة ديامو واللي تي اكسيونير مع الشركة امريكية وعندك انت واحد مبلغ تتدخله شهرياً يعني هاتش رائع جداً وما تلقداش تلقاه وما يلقداش يوصل لي انسان في شي تجارة عادية يوصل لي لان خاصه راسمال وخاصه منتوجات وخاصه يكون يعني ماهر في البيع وخاصه بزيار في الحوجه باش يقدر يوصل لواحد الجانب مالي مهم لكن مع الشركة ليبود ما تخلص 140 دولار او لا تخلص 50 دولار وعندك الحق الى اجتهد تبطى بالحال والشيء ما نقوله لكم احنا سهل ما تبغي شو دي الخلمات تبغي شو جديد وتبغي التركيز كذلك وتبغي انك تتخف فراسق والثيق في الطموح ديك والاهدف ديك وان شاء الله كم ما وصلوا لها ناس عاديين في الفلبين في في اسيا في امريكا لاش لا المغاربة احنا تنعافو المغاربة الى داروا رسم شي حاجة يوصلوا لها وهنا سنشوف الناس بزاف معي الان في المجموعة دينا يعني ناس طموحين وما بغينش نقولها بهذه الكلمة بهذه الاسلوم يعني ما بغينش تعرفوا حتى يحقوا هذه المرتبة دينا الماسي ان شاء الله مديا هنا قدي نحاول نوضح لكم بعض المراتب اللي ممكن تحصلوا عليها خلال رحلة ديلكم معنا ان شاء الله مع شركة ليف جود الوغي لو بغيت تكون برونز خاصتك يكون عندك جوجل مباشرين بمعنى انك انت تقاسمت فكرة مع جوجل الناس تتعرفهم وجوك كذلك خلوصوا ديك 140 دولار ودخلوا اخذوهم مع واقع دينام بشي خدموا وليت انت برونز بغيت تكون سيلفر خاصتك يكون عندك عشرة ديلم مباشرة او يكون عندك تلاتة الارجل فيها تلاتة الناس برونز يعني تلاتة الشراكات لما معك الامر يكونوا برونز مجموعة ديالشراكات اللي يكونوا معك يكون فيها 20 يعني الريزو ديك يكون 20 واحد يكونوا فيهم تلاتة برونز مباشرة او لك تجيب عشرة ديلم مباشرة بالتبusting سيلفر. غولد يجب أن تكون عندك 30 مباشر أو لك 3 الأشخاص يكونوا معاك في الريزو وصلوا مرتبة سيلفر. والمجموع ديال الشركاء الكامل اللي يكون معاك في الريزو يكون 100 ديال الشركاء. وبهذا تكون انت ارتقيتي. وكل مرتبة عندها استفادة أفضل وأحسن. وباش تفهموها مزيان ما عليكم إلا تدخلوا معنا وقد تفهموا المراتب اللي احنا تنسعوا لهم. واللي حقوهم كثير وكثير ديال الناس معنا وكذلك الناس خارج الوطن ديالنا. أنا كملت العرض ديالنا وانتمنى من الله عز وجل وصلنا لكم الفكرة الفرص تتجي كي الناس اللي تشوفها وكي الناس اللي ما تشوفها فتم محظوظي الآن أنكم حضرتوا لهذا العرض وهي فرصة وليس بصدفة واللي تحسبها صدفة رغض انتقاسلها معنا اليوم لسر من الأسرار ربي يسرلك وسهلك أنك تحضر وتعرف هذه الفرصة اللي احنا استفدمنا وبغينا أغلبية الناس يستبدوين إن شاء الله فأترك الكلمة لأستاذ فاضل السحامي أستاذ مجتهد شكراً شكراً جزيلاً الأستاذ سعيد على هذا التقديم الرائع وشكراً للأستاذ عزيزة كذلك تقديم رائع وسلس ومبسط كذلك إذن كما اكتشفتم معنا فأولاً أهنئ كل من أعطى الفرصة لنفسه ليكتشف هذه الفرصة الرائعة الفرصة ليجات لاحتوى الأزمة الاقتصادية لكي يعيش العالم كامل وكذلك فرصة ليعطتنا منتجات رائعة بجودة عالية وبأتمينة جد منخفضة وشنطلوا في صحتنا كذلك وكذلك فرصة ليجتنا بعمولات رائعة ورائعة جداً عمولات جد سخية لم نرها في أي شركة من قبل يعني هناك تسويق علاقات ما قبل ليف جود وهناك تسويق علاقات ما بعد ليف جود وإذن نحن بفرصة رائعة وكما أن رسالة أصحاب الشركة وهي يعني توصيل المنتجات الصحية بأتمينة جد منخفضة لأغلب الناس في العالم لهم رسالة إنسانية وكذلك يعانت الناس أنهم يتغلبوا على المتاعب الاقتصادية أو الصعوبة الاقتصادية أو التحديات الاقتصادية إذن هذه رسالة إنسانية إحنا كذلك كنحملوها على أظهرنا والواجب والواجب كما قال الأستاذ سعيد وهو أننا نتقسمه مع أغلبية الناس هذه الفرصة لأننا بغينا الجميع إن شاء الله يستفيد من هذه الفرصة ويدير مشروع دياله خاص بهذه الفرصة كذلك إذن إلى هنا كنقول لكم شكرا واحد إضافة سيحمي تسمح لي تفضل إخواني معنا هنا ستكون إن شاء الله واحد دورة رائعة جدا في الذكاء المالي لأننا نحن سنفتقدون المعلومات بزاف وتنفتقدون جوانب مهمة في حياتنا ما تنعرفوش لها ودولة يخليهنا نحن مثلا تنعيشوا اضطرابات في بزاف المجالات فالجالب المالي تعيشوا الناس ما تعرفوش كيف سيسيروا للمال ديالهم فقد تكون واحدة دورة إن شاء الله بعنوان الذكاء المالي مع هد الصحافة والإعلام اللي كان في ذرب عمار يوم الأحد المقبل إن شاء الله على الساعة الثانية والنصف اللي حجز المكان ضروري توصلوا مع الناس اللي جابوكم باش يأكدوا لأن القاع تتهزز فقط مليا ديالناس لا يمكن أن نتدور العدد لا لا يمكن يحجز المكان في الأول معنا إن شاء الله في الدورة وبالمجال مرحبا بكم لك الكلمة سيحاني شكرا سيسعيد على هذه المعلومة وهذا ضروري كذلك لأن التنمية أو التطوير ذاتي هو شيء رائع في هذه الفرص كاملة وهو يعطينا يعني واحدة قوة مثل هذه الفرص لأن الحمد لله مثل هذه الفرص أن التنمية ذاتية وكذلك تنمية المدخول ديالنا كذلك وكذلك اعتناء بالصحة وهي الركائز الأساسية للعيش الكريم اللي يقلب عليه كل واحد إذن إذا كان شيء سؤال ممكن ناخد جوج الأسئلة نجاوب عليهم ونهيو هذا اللقاء إذا ما كانش إذن أنا في انتظار لي عندو شيء سؤال نعطيه المايك تفضل وليك سفرش شكرا هناك مكان مدينة فاس آية السؤال من فضلك شكرا اقتراجها كنت تقول سبحان الله لكم صراحة سبن بزا كل شيء نفهم شكرا شكرا إذن هذا دليل على أن العرض كان السليسا نعم في هذه بروسس يمكن إنسان يعيش موحظ أحسن المطابقة والمصفوفة وهي منذ الوهلة الأولى منذ أنك تقدير رسوم الاشتراك مع هذه الفرصة الرائعة وإلا النظام الألغوريثمي للشركة اللي كيخدم بالدكاء الإصطناعي كيعطيك واحد المكان في واحد المصفوفة عالمية اللي كتمشي بجوج ربعة يعني بتنائي جوج ربعة ثمانية وهذه المصفوفة تمتلك تدريج يعني وبانتظام حسب العمل ديالك وحسب العمل ديال الفريق ديالك كذلك لكن هذه المصفوفة كذلك سيستام الشركة وكل واحد وكل عضو كان عندك فهذه المصفوفة وإلا كتخذ يعني كتكافئك الشركة بواحد ربح شاري ليواجه فصل خمسة في المئة من الاشتراك الشاري وهذا الربح ديال المصفوفة منه يجينا الربح كذلك ديال المطابقة له أقوى وهذا الربح ديال المطابقة هو كتكافئك الشركة على بناء الفرق يعني هنا الشركة أو المفهوم هو دكي ودكي جدا لأنه يعني يعطيك مكافأة على يعني الإحالة المباشرة وكذلك يعطيك مكافأة على بناء الفرق كيف دالي ففي المطابقة يعني يعطيك المباشرين خمسين في المئة أي مباشر عندك الربح اللي يربحه فهو يخذ الربح دياله ومكافأة لك المصفوفة اللي هو ربح شهري كما قال الأستاذ سعيد هذا الربح الشهري ديال المصفوفة أي ربح خداه تأخذ نتيار النصف هذا المباشرين ولكن عندك نسب مئة أخرى كلما تدرجت كذلك في الرتب وهذا الربح كيف نقول هو ربح قوي وقوي بس ويمشي من الجيل الأول حتى الجيل الخامس هذه المنتجات متوفرة حاليا بالنسبة للمنخارقين المنتجات عما قريب ستكون متوفرة بالمغرب بإذن الله المكسب جاهز وعما قريب ستكون المنتجات بالمغرب وكذلك هناك العديد من الشركاء اللي كيتوصلوا كيدروا طلبية المنتجات ديالهم وكيتوصلوا بهم إذن إلى هنا كنقول لكم تحية ومسي سعيدة وإلى اللقاء إن شاء الله تبارك الله لكم شكرا لأسل سداد لف لف وحي حميد